فقرتنا الأخيرة فرح راح تكون عن كيف السيدات فيهم يستفيدوا من القطع الموجودة عندهم بالبيت إعادة تدويرة وتجميلة لتكون قطع مفيدة أكيد اليوم راح نحكي عن أفكار جديدة مع الحرفية رهف بدوي سعد صباحك يا رهف أهلا وسهلا فيك خير الله يسلم أهلا وسهلا صباح الخير رهوف صباح النور أهلا وسهلا خلينا نبدأ دغري شو جاي تيلنا معاك اليوم شو محضر تيلنا هلا اليوم كتير يعني عندي شغلات حلوة ألوان وإشقال ألوان وإنه هي قصص موجودة بقلب البيت وعند ستة كل يعني كل ستة موجودة عندها هذول القصص فاليوم راح أبلش معكم تعرفي صيف وبتكتر ألاني عصير ومصير مستهلك فعود ما ستة البيت تكبة ممكن تغلفها بأي طريقة خيطان تلونها بألوان البلور وتضيف عليها هيك زينة نعمة لو ستة البيت ما بتحسن مثلا ترسم أو ما عندها هاي التقنية هلا أنا هذا الشكل مثلا طبعته من الانترنت وحتى فعل ألنيني أصلي ما تحط شكل كمان وفيها ما تحط أي شيء ممكن تغلفه بتاخد شكل ألنيني تحت حلوة بدون شكل أي تمام ممكن تبخط بطريقة سهلة عنا كمان منقدر منستخدم الخيطان والخشب هلا هو هذا فند قائم بحد ذاته بدقي البسمير بتاعت الشكل وبتستخدم الخيطان بالشغل تمام فيها حتى ستة البيت تقدر تهدي ممكن مثلا لمناسبة التخرج يعني هو مجرد خيط وخشب إنما بتقدري تعطي شكل حلو بتحصل على يعني حسب المناسبة فيها تختار هي شو حبة تهدي وتكون بسيطة كمان بسيطة هو إعادة التدوير الحلو فيه إنه هو شغلة بسيطة القصص عندك موجودة موجودة بالبيت طيب رعفة ممكن يعني كل سيدة تقدر تستفيد من قصص جديدة أو أفكار جديدة الأشياء مفيدة عندها بالبيت وممكن إنه تستفيد إنه تسوقها هلا طبعا هلا بإعادة التدوير القطعة أيام هي اللي بتعطيك الفكرة عطينا أفكار هيك من اللي جايبت يون هلا الفكرة الجديدة هي السنة أنا كتير حابة بقايا القطعة اللي قماش هلا بزيد عندك كتير قطعة قماش فمثلا حسب كمية القطعة الموجودة عندك بترسمي الشكل وبتقطعي تقطيعها شوائي وبتغل فيهم بقا هلا هذا كلهم غلف على قطعة كرتون بس أنا ناصقت الألوان مع بعضها ممكن تعليقية تهدية تحطيها بزاوية البيت مثلا مع ألوان الفرش فكرة كانت كتير حلوة لهي السنة خصصة ممكن يكون الفرش قريب على هي الألوان اي لا أكيد بتعطي أناق هلا هنا عم نشوف هاي المراية فخلنا نحكي شوية عنه هلا هاي المراية بالذات أنا كتير بحبة هدي كل حلقة جبتها كنت عاملتها ممكن صينية محطوط عليها كاسي حبيت ارجع عمل لإعادة تدوير لحتى يشوفوا المشاهدين جبنا لها شوك ومعالي بلاستيك عود متكبية بخيتهم ورجعت لزقتها وحطيتها بهذا الشكل شكله غريب شوي رهوف اي صح طيب خبرينا كمان لك عم لاقي كتير من القطع المميزة ممكن تحفلة ست البيت اللي حابة تغير ديكور منزله بقصص موجودة عنا هاي شو عبارة عن شو؟ هلا هاي قاعدة قاعدة طاولة معدن أنا حبيت كيف يعني طريقة الزخرفة تبعها انكسرت فا احتفظت بهاي القطع هلا القطع الفقانية هي خيوط ملفوفة على بالون ومحطط لغرة بخيتها بعدين كلا يار طاقتي البالون بعدين طاقتي البالون ها 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 يعني رهوف خاليني اقول لي اليوم مو بس زوق هو بيلعب دور كمان القطع الموجودة عنا اهات تفرض عليك شو ممكن تتصرفي فيا اذا انكتل القنينا اللي شفناها اه متل هون اول شي ما عرفت شو هي تمام اول شي انا معرفت ما خطر لي شو هي بس اليوم الاديم هم انه نحنا ما نكب نرجع نستخدم كل الاشياء ازا كانت شوكي ازا كانت ورقة ازا كانت اي القطع موجودة عنا بالبيت فنحنا ما عبدا نكب بدنا نستفيد منه. هو دائما شعار قعدة التدوير ما من كب ولا قطعة. لما بتنتي بيت جمعيهم بفكرة معينة بيطلع عندك شو أغرب شي استفدتي منه كان هو محتوم على الكب واستفدتي منه. للصراحة أكتر الشي المرتبانات والأناني يعني بتستخدميهم بمجال كتير واسع بتحطي فيهم ممكن تعبيهم ملحم لون ممكن رمل ممكن زينية من برة تسكري لأنه بيبقى للأنينة شكل حلو بالصمد عرفتي فبالألوان بيطلع على شكل كتير مميز ومرتب. في عندك سيدات عم يتواصلوا معك لحتى يتعلموا إعادة التدوير والأفكار وخاصة أنت أغلب بالشغل بالخيطان يعني كل سيدة فيها تشتغل هذا الشغل أكيد كل سيدة بتقدر تخيط. هلأ الفكرة بلشت يعني الناس تحب هاي القصة فهلأ عم نطرح هذا فكرة إعادة التدوير بالدورات بالنوادي الصيفية تبع الأطفال وفي فئة عمرية من اللي كبار عم تجي عم بتحب إنه هي تتعلم وتشوف الأفكار وتطبق بنفس الوقت. تمام. آآ رهف شو بتستخدمي بالإضافة للقطع إن كان ألوان هي إلى مدى طويل متل ما منقول. ممكن ما حتى اليوم اللون ينتزع بكرة لأ بدنا داي مومي شوي به هاي القصة. شو ممكن تستخدمي أشياء مساعدة للقطع اللي يعني تشتغليها. لا تدعمي. هلأ هو الخشب شفتي إله عمر ولو روح بيضل. فأنا بحب يعني إذا دي طبق إعادة تدوير بطبقها على الخشب. الورق ممكن بعد فترة مثلا ينتزع أو ينشأ. فعندك الخشب هلأ مثل هاد عندك هو عيدان شيش. بس أنا بل طريقة البخ الفضي بتحسيها هي معدن. ما بتعطيكي إنه هي خشب. أبدا. وبتضل اي تمام. طيب عم تاخدي أفكار من الانترنت عم تحاولي تطلعي على بارلة تطوري نفسك. أكيد بتفتاح وبتفرج وبتنور. بس لأ بالنهاية بتجمع الفكرة اللي هي موجودة يعني. أي شي ممكن ما بديكيها بل فيكي تصرتي تبتكري وصلت للمرحلة أي شي ما بديكيها صرتي. اي تمام. اي تمام. عندك مثل هادا الفانوس هي كانت علبة أنا أخدت قلبت القاعدة واستفدت من القاعدة بالعكس. حطيت الجزء العلوي فوق والجزء السفلي تحت. وحطيت لورق وطول الملباس عطاني هادا الشكل الحلو. اي ما عدا تحب انه طبق من الانترنت الفكرة لما انتي بتشوفيها هي غريبة وعينك مشايفتها بتحبيها اكتر. نعم. مثل هادا الشكل هلا هدول عوات شيش بس بالفضي طالع كأني معدن. والقاعدة وشوية ورقة اي بيتل عندي شكل حلو ومرتب. حلوة هاي كمان. الوانة حلوة. هلا اي فن قرناها فبدو تجديد وبدو استمرارية خاصة اليوم. الموضة كل ما عم تتغير. ان كان بديكور البيت. ان كان باللبس. ان كان بأي تفاصيل. بالتفاصيل الحياة. قدية المفروضة عليك انتي تلاحق يمكن كل شي حديث وكل شي متطور. وتعملي شي ازا ما بنا نقول نفسه. فشي بيردي هاي الأزواق. صح. هلا لازم بأي مهنة انت بتتبعية او هواية انك التورية على طول ما بصير تضلي تكرري يعني الانسان بطبيعته بيدخلهم من الروتين. فدائما الافكار لما انتي بتجديديها بيبقى يعني لزبون بيحبها والشخص اللي اللي متلقي اللي عم بيتفرج اكيد بيحبها. هاي سنة دخلت انا قطع اللقماش وكتير تلي عندي افكار برمضان وهلا ان شاء الله عيد الاطحى كمان عنا كتير قصص حلوة بالاقماش. عندك شي لاضيافة او كذا هيك افكار ممكن انك تقدميه لكل سيدة هلع موجودة بالبيت. اي طبعا. عندها عطينا شي فكرة هيك لكل سيدة حتى تقدر مسلا. هلا مسلا عندك توزيعات العيد اللي بتقدميه للاطفال او توزيعات لاضيافة. اه بلشنا نساوية بشان عيد الاطحى من قطع الايفا. يعني الايفا هي مادة رخيصة وموجودة بالسوق والوانة متعددة مع شوية تولو شيفو ان شاء الله بنورجيكم يهم باذن الله. اي عم نعمل نحنا سنة ديء والناس عم بتطلبها يعني. عم بتطلع مناسبة. اي عم بتطلع مناسبة. شلون عم بتقوم لما يكون. لا اكيد الاسعار مناسبة. اي مناسبة. يعني عم يعطيكي شكل حلو وبقيمة قليلة. وعم تحصلي على ضيافة حلوة. اكيد بتناسب بالمناسبة اللي انت عم بتقدمي فيها. اكيد. بدنا نتشكرك رهوف. اول شي انك معنا اليوم بالستوديو على القطع الامية زي اللي جبت لناها. شكرا نلقى لكم. وانا كمان كتير مبسطت بصباحكم. شكرا. بتمنالكم ننهار حلو ان شاء الله.